منذ فترة قصيرة قمنا بعمل فيديو كامل لأرك الخروف مورو والذي يأتي بعد انتهاء أحداث الأنمي هذا الأرك يعتبره البعض أفضل ما تمت كتابته في جزء السوبر فإرطائنا أن نضع تحليلا عن أفضل عشر أشياء حدثت في هذا الأرك أشياء وفقت المانغا بتجسيدها والترتيب الذي سنعتمد سوف يكون عشوائيا وليس بالضرورة أن النقاط مرتبة حسب الأفضل للأسوأ أو العكس وقبل أن نبدأ نريد كل من تابع جزء مورو أن ينزل للتعليقات ويكتب لنا أفضل ما أعجبه في هذا الأرك طبعا حسب رأيه إذن دعونا لنبدأ أول شيء هو تصميم الشخصيات والرسم في هذا الأرك كانت هناك لقطات والبانلز يمكن وصفهم بكلمة واحدة ويالإبداع مثل لقطة مباغة مورو لجوكو والتصدي الأخير بقدرة الغريزة على تقوية عضلات الجسم أو لقطة استقبال فيجيتا ولحظاته في كوكب ليردرات أو آخر لحظات الأرك عندما رأينا ذلك التجسد الكبير لجوكو للتصدي لمورو ظهر مثل السوسانو والكثير من اللحظات المرسومة بعنايه أما الشخصيات فتصميم الخارف مورو كان رائعا منذ لحظاته الأولى عن طريق اختبائه في ذلك الوشاح البني الذي كان يلبسه والذي يرمز للصحراء ثم تحولاته والفكرة بجعل الشعر الموجود بجسمه يتحول للفضي بشكل غريث كان شيئا جميلا مع التحفظ على شكل أندرويد ثم هناك المرشد ميروس والذي بسببه تم إعطاء قيمة لشرطة المجرة بعد أن كنا نعتقد أنه مجموعة من الضعفاء نسبة لتمثيل جاكو لهم طوال الوقت نمر للنقطة الثانية تحدي مختلف لجوكو وفيجيتا في الأجزاء السابقة لدراغون بول لطالما كان الأعداء يقاتلون بنفس الفكرة تقريبا تقنيات قوية أو عدو فائق قوى مسبقا ويحاول جوكو وفيجيتا التفوق عليهم مرورا من فريزا إلى جيرين ولربما يكون هيت هو الاختلاف الوحيد بسبب تقنية الزمن الخاص به هذه المرة في أرك مورو تم تقديم فهوم السحر وتقنياته وأعرف أن الكثيرين سيشيرون إلى أرك بو لكن لنكون واقعيين في أرك بو للأسف الشخصيات التي جسدت قدرات السحر كانت ضعيفة بداية من بابي دي مرورا لضبورا أما ماجين بو نفسه لم نرى له تقنيات بتلك القوة غير تحويل أعداء لحلوى يلتهمها كما أنه لم يستخدم هذا إلا أمام الضعفة أما في هذا الأرك تجسد السحر في شخصيتين وهم الطاي كايوشين ومورو والإثنين يستعملون قدرات سحرية طبعا الطاي فقط في سابق عصره قبل أن يلتهمه بو كان للسحر أهمية كبيرة وأفضل تقنية سحرية رأيناها هي تقنية امتصاص الكواكب والتي ساعدت مورو في اكتساب قوته وامتصاص قوات أعدائه واستعملها ثلاثة مرات ضد جوكو وفيجيتو ولعب السحر دورا حتى آخر لحظات الأرك فقدرة لإنجماج مع الكوكب لربما تكون من أخطر ما رأيناه في عالم دراغونبو حيث تدمير مورو يعني تدمير الكوكب معه ثالثا فيجيتا نفسه فيجيتا في أرك مورو أخذ الكثير من الكريجيت فبدونه ما كان يمكن لقوكو الفوز على الخروف أولا فيجيتا هو الشخص الذي كشف خطة مورو منذ البداية ثم رأينا نوعا من الندم ومحاولة التكفير عن دنوبه السابقة في حق النامكيين حيث قام بإنقاذ إسكا وأراد أن ينقذ كوكبهم أي كوكب نامك ثم فيجيتا كان هو الشخص الأول الذي اتخذ الخطوة الأولى حتى قبل كاكاروت وذلك بدهابه لكوكب ياردرات ومحاولة اكتساب تقنية يقضي بها على مورو وبالفعل تقنية انقسام الروح كانت السبيل الوحيد في هزيمة مورو بسبب نقله القوة لكوكو في النهاية وأيضا إظهار البلورة بضربه للأرض يعني ممكن نقول أن أهمية فيجيتا في هذا الأرك بنفس أهمية كوكو ثم أخيرا فيجيتا كان لديه سبب واضح في هذا الأرك وهو القضاء على مورو من أجل مساعدة النامكيين وليس فقط ككل مرة كنا نرى أنه يريد فقط أن يتفوق على كوكو هذه المرة لم تكن الأمور نمطية بل كان لديه هدف واضح منذ البداية ميروس تقديم شخصية ميروس كان رائعا شخص يحوم حوله غموض كبير في البداية يقوم باختطاف بو ثم يطيح بفيجيتا وكوكو بسهولة ويأخذه معه ثم نكتشف أنه أفضل عميل في شرطة المجر ثم بعدها يدرب كوكو ويتدخل ويس بعد أخذ موافقة الكائن لينكتشف أن ميروس هو أخ ويس وتم إرساله لدورية المجرى ليتكون ويتعلم الفرق بين الخير والشر وكيف على المرشد أن يقف في الوسط ولا يتبع أي طريق كل هذه المراحل والبناء المتواصل لهذه الشخصية كان جميلة وأيضا طريقة إخفاء هوية ميروس كانت رائعة تجعل القارئ يشك في أمره من البداية حتى انكشاف الحقيقة أما دوره في الأرك بأكمله فسنضعه بين الطوب تري من حيث أهمية الشخصيات ودورهم مناصفة مع جوكو وفيجيتا فهو من أوقف مورو مرتين وأيضا درب جوكو للوصول للغريز الفائق ثم أعطانا معلومات عن مورو طوال الرحلة وأخيرا لا ننسى تضحيته من أجل العدالة وحماية الكون الذي أحبه وعدم اهتمامه بأمر تلاشيه شخصيا من الوجود ماجينبو أخيرا ماجينبو فعل شيئا مفيدا في حياته غير النوم والأكل ففي بطولة القوى وبطولة المنافسة بين الكون السادس والسابع تم إبعاد ماجينبو من ساحة القتال وتم إقصائه من البطولتين لسبب سخيف وهو غوص في النوم لشهور لكن هنا في أرك مورو ماجينبو قاتل مورو بتفوق وكان قادرا على عزيمته وكان جزء من الفريق رغم أنه كان يقاتل بوعي كايوشين لكنه كان مفيدا ولول مرة وطبعا لعب أدوار عديدة في كسب الوقت وأيضا نقل المشعود مورو لكوكب ناميك وأخيرا إيجاد الطفل الذي خلف قوة ماجينبو الشرير والذي كان سببا بإمداد تلك الطاقة الكبيرة لكوكو في النهاية يعني كان تطورا جيدا لشخصيته وأيضا محبو الشخصية تم إرضاؤهم حيث أخيرا شهدوا شخصيتهم موجودة في الأحداث الرئيسية وليس كما في السابق فقد تم تهميش السمينبو كثيرا حتى أصبحنا نراه شخصية جانبية غير مهمة ساجسا حضينا بالكثير من القتالات والأكشن وواترت الأحداث كانت سريعة بدون تمطيط منذ بداية هذا الأرك لم يتوقف مورو أو أتباعه عن خلق المتاعب للأرجيين والصياجين فمنذ أن حط مورو على نامك رأيناه يقاتل جوكو وفيجيتا ثم الضايكا يوشين مع ميروس بعدها ذهب أتباعه للكواكب ثم للأرض وحتى بعد أن رأينا ثلاثة شهور من الوقت قضاها جوكو وفيجيتا في التمرين كان مورو في نفس الأثناء يعبت ببقية الكواكب وبهذا لم ترتح شرطة المجرة قط بعدها رأينا قتالات مقاتلية الزيد والذين حضوا ببعض الفصول والقتالات الجانبية مثل بيكولو وقوهان ضد الأندرويد مصر روشي ضد تحول السمينة شينهان وأيضا ياماشا أخيرا شاركوا في الأحداث وكان لهم دور مهم فيجيتا قاتل مورو في أول ظهور ثم بعدها قاتله مجددا بعد أن تعلم تقنيته الجديدة جوكو قاتل مورو بالعلامة ثم بالغريزة الكاملة الأحداث كانت متسارعة جدا وليس هناك تمطيط بالمرة سابعا تفاصيل جديدة عن عالم دراجونبول استطعنا أن نتعمق أكثر في حضارة كوكب ليردرات ومعرفة تفاصيل جديدة عن هذا الكوكب واللجي لم نسمع عنه منذ أركسيل حيث رأينا الشيخ وزعيم الكوكب بيبارة وأيضا رأينا كيف تعمل تقنيات والتدريبات وأيضا شكل الكوكب من الداخل وشكل المخلوقات في الكوكب ثم تدريب سقل الكي أو الروح بمسماه عندهم كل هذه الأشياء تعطي عمقا أكبر لعالم دراجونبول الشاسر أيضا تم تقديم غرفة روح والزمن جديدة مختلفة الشكل عن تلك الموجودة في معبد القوم كما كان لها توقيت مختلف في هذا الأرك تم تقديم معلومات أكثر عن المرشدين وماذا يحدث لهم في حالة قتلوا وشاركوا في المعارك بإرادتهم الخاصة أو إنحازوا لجانب عن الآخر أخيرا رأينا غرف شرطة المجرة ومقرهم الرئيسي وأيضا رأينا مكان السجون وبعض العمة مورو آكل كواكب والمشعود الذي هدد الكون منذ ملايين السنين وحتى أن الكايوشين بنفسهم لم يقدروا وقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام عليه فتركوا يتعفن في السجن بينما ختمت قوته السحرية بالكامل من الضاي كايوشين شخصية مورو هي شخصية قاسية لربما قد يفي بوعدي وكلماته لكنه لا يحب أن يخيب أحدهم أمله ولنبدأ بأول تابع كرامبيري كرامبيري لقى حتفة على يد مورو بعد أن تمنى عودة قوة مورو وقد يظن البعض أن مورو قد خان عاده لكن لنتذكر أن كرامبيري كان مستعدا في وقت ما لترك مورو والهرب بعد أن رأى تحول البلو الخاص بفيجيتو وأيضا السفقة بين مورو وكرامبيري كانت أمنية واحدة للتابعه بينما يحضى مورو بإثنين وتعرفون جيدا أن كرامبيري ضيع أول أمنية مما أدى بمورو للتصرف قبل أن يضيع الثانية وهنا تفسد خطته في تهرير السجنة مورو هنا تعلم الدرس وعرف أن أتباعه قد يخنوه في أي لحظة لهذا ترك الأندرويد 7.3 كخطة احتياطية في حال فشل في الفوس وأيضا ضحى بخاذي ميسا غامبو بدون إذن شفق لأنه خيب آماله ليس هذا فقط المشعود شخص يفعل المستحيل ولا يرضى بالخسارة فقد عقد صفقة مع جوكو بأنه سوف يتوب لو رحمه لكنه خان العهد بمجرد أن رأى يدميروس ثم أخيرا في لحظته الأخيرة فضل الموت مع الكوكو والجامع على الخسارة مدلولا ومكسورا كالكلب الأجرب وتفاجئ اقتياجه بالسلاسل لسجن المجرة تقديمه كان رائعا جدا جسمه كان هزيلا وعباءته جعلته يظهر كشخصية غريبة ودخيلة على عالم دراغونبول حرفيا كشخص عارب من فيلم رعب نفسي هذا الخروف له قدرة سحرية رأيناها لأول مرة في السلسلة وهي امتصاص قوة كل مخلوقات من حشرات ونباتات وكل شيء له المقدرة على صنع الطاقة من على الكواكب وأيضا التحكم في كي الكواكب كيفما يشاء كل هذا فقط باستعمال السحر لأنه لا يتدرب أو يستعمل جسمه الهزيل لو قارننا ببقية الأشرار الرئيسيين في القصة قد يكون هناك بعض تشابه مع سيل فسيل كان يقوم بابتصاص المخلوقات وابتلاعها عن طريق ديلة لكن الاختلاف أن مورو قادر على ابتلاع الكواكب مورو أيضا له قدرة الإحساس بطاقة الأشخاص على الكواكب بالمسافة بعيدة جدا فقد كان قادرا على معرفة استشعار جوكو له في أول تقديم له وأيضا قد أحس بقتال فيجيتا على كوكب لياردرات كما أنه اكتشف خدات عصابة الماكاريني وقتها في سرقة الأشياء التمينة على الكواكب والكذب بشأنها قتالاته كانت رائعة هزم دايكا يوشين وفيجيتا ومقاتل يزيد والأندرويد 17 و18 وأيضا هزم جوكو بعلامة الغريسة تفوق على ميروس قبل أن يستعمل هذا الأخير كامل قوته ولربما يكون أفضل طانا له هو خلق تلك الفجوة الكبيرة في صدر جوكو بعد أن جدد جراعه وبالمناسبة أرك مورو هو أكثر أرك دماوي مقارنة مع سابقه في جزء السبر وأعاد لنا أحسيس جزء زيد عندما كانت القتالات دماوية وبها مخاطر استعمالات كرة التنين في الآونة الأخيرة استعمالات كرة التنين صارت سخيفة جدا لدرجة أن بولما صارت تستعمل هذه الكرة بشكل سنوي لإستعمالاتها الخاصة وحرفيا لم نرى في جزء السبر أي استعمال مفيد في الأركات التي سابقت حيث دائما يتم استخدامهم لإصلاح الخراب الذي يحدث مثل إعادة حياة شخص ما أو السؤال عن أشياء سخيفة لكن أخيرا في أرك مورو استعمال الخروف الكرات من أجل إرجاع قوته الكاملة وأيضا حرر السجناء من أجل تشكيل جيس مفيد من أجل خطته في ابتلاع الكواكب وصراحة لا أحد توقع أمنية مثل هذه فقد كانت مفيدة جدا وأضافت تهديدا كبيرا لكوكو وفيسيتا والأرض وخلقت دورا لمقاتلي أزد فكرة رائعة وكان من الضروري الإشارة له النقطة العاشرة والأخيرة الغريزة الفائقة قبل الخوض في الغريزة يجب أن نعرف أن طريقة تعامل الأنمي مع هذا التحول مغير قليلا عن المانغا ففي الأنمي أدخل مشاعر الغضب قليلا كما رأينا في قتال جيرين أما في المانغا وخصوصا أرك مورو والذي صراحة حضينا فيه بأفضل تقديم وطريقة قتال للغريزة فقوكو في ضحطة غضب كبيرة بعد تلاشميروس يتحكم بمشاعره ويهدأ ثم يطلق تلك الطاقة المليئة بالإيجابية والتي حتى أن مورو لا إراديا ارتعد من طاقة قوكو المسالمة والمعاجية للشر ثم طريقة القتال كان قوكو يراوي ضربات مورو بيج واحدة ويتحرك بسهولة وكان متحكما بالقتال تماما ورأينا الفارق الشاسع بين قوة الغريزة وقوى الحاكم فمورو سابقا قال أنه تجاوز قوة الحكام والآن نستطيع أن نقول أن الغريزة فعلا تحول قوي ولا عجب أن المرشجين فقط من يستطيعون أن يصلوا إليه نظرا لقوتهم إذن كانت هذه هي أفضل نقاط الأرق التي أعجبتنا شخصيا لا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم سنحب أن نقرأها ونناقشها معكم وشكرا لكم على المشاهدة